طبعاً هناك شغلة علاقة ناسيها عندنا سأجب لك إياها أبقى بمكانك على هذا الأساس حسن نطني بس أنت جايمي لي تمام تقول لي عرفتها شوفها شنين وين ينطوها عدوية و علاجات غالية سعرها من يقدر نشتريها صح لو أني غلطان أكو غاباً تموصاً عيب أنا أبداً مواجدة باتشيك بس يا حياتك مشكلة حياتك كانت غالية الأسعار صحب اليوم إنسان يموت و يتوفى بسبب عدم قدرته لشراء علاج لأحد عائلته لأحد أفراد العائلة أخوي أخوك الله يرحمه و يتوفى بسبب عدم امتلاككم لشراء العلاج أخوك الله معقول له كانت الحياة الصعبة و إياكم؟ نحن نعرف بالتسعينات و كانت الحياة كل الصعبة ولكن سأرجع وعيداً جرايبنا ناس الله يمكنهم جرايبنا أقرباءنا كل شيء أمي لم أريد هذا الموضر لم أكن أقوم إذا كانت والدتي تذهب إلى جرايبنا الدنيا حارة و قال الدكتور لهم أن أخذوا له هذا الدوع يطيب هذا الدوع كان سعر أقالي لن يوجد أي شيء أن والدتي أذهب إلى قراء ابنها تتضربتها من حدها و تردتها و قلت لها أن أرى هناك و جاءت أظن أن أخي و قلت أمراك هل تكرر الموقف هذا اليوم؟ إذا تكرر أنها هي نفس الشخصية التي أجدتك التي والدتك أرحت لها و تأتيكم اليوم محتاجة ، ستنطيها أو تتردها ؟ جدتي سلون عاف ثاني جدتي 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 بعد محد مدار الهبال انكبرت و تمرضت تمام فأمي قالت أبوكم يحبها و رضيعتهم قالت هاي أبوكم يحبها حتى لو نقوم بها جابوها و داروها مطبيعية ولا تقول نقوم بها على الموضوع على الخاطر والدي الله يرحمون لو مطيتكم في ذلك الوقت فلوس العلاج الله كان عدها هي ما هي؟ تشتري جزء هاي؟ هاي لو مطيتكم الفلوس كان أخوه حضرتك ما توقف لا يبقى عايش؟ اي كان بعد كان موجود اي طبعا هذه رسالة للناس هو بالنهاية اليوم الحلقة كلها رسائل للناس الدنيا دائما مثل الدولاب تفتر يعني مثل ما أنا أهل والدة غزاق راحت لها بحاجة هي رجعت لها وراء كم سنة محتاجة فهي هاي الحياة فدائما أقول أنا حتى بسنابي وبانستغرامي أقول الدنيا ما تسوى كل هذا الخزين من المال نتعارك ونتحارب وكل هاي التفاصيل حتى نحصل لنا كم مبلغة من المال بالنهاية احنا مسكننا التراب لا أقلب عليك المواجئ تعال نروح للفن سوف أخليك شوية تروح ضجت المشكلة قساوة أخذي شعراية من عينك قساوة يا ربكم لا أحد يمر بهذا الظروف وإذا ساعد الله والله العراق يصير أجمل بلد بالعالم